أصبح تأمين المياه تحدياً كبيراً لأهل قطاع غزة بعد أن حوله الاحتلال إلى سلاح إضافي في عدوانه الأخير ووفقاً لوكالات الأمم المتحدة فإن شرب الناس للمياه الملوثة زاد من حالة انتشار الأمراض الخطيرة ففي الأيام الأخيرة أعلنت وزارة الصحة بغزة عن إصابة 3150 فلسطينياً بأمراض وبائية 52 ألف امرأة حامل وأكثر من 30 ألف طفل دون سن ستة أشهر يشربون المياه الملوثة في غزة وفقاً لتقييم وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية وبسبب تفاقم نقص المياه في قطاع غزة أوصت الوثيقة إدارة بايدن بالضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوة فورية لإنقاذ حياة عشرات الألاف وبحسب الأطباء تحتوي مياه البحر على كمية كبيرة من الملح يصعب على جسم الإنسان التعامل معها ما قد يؤدي إلى الموت أو نقل العدوى والإصابة بأمراض جلدية خطيرة يذكر أن غزة وقبل العدوان الأخير كانت تعتمد على أربعة مصادر للمياه في القطاع أولها المياه السطحية ويعد هذا المورد محدودا جدا ولا يستفاد منه إطلاقا المورد الثاني مياه الأبار الجوفية والذي يلجأ الغزيون للاعتماد عليه بشكل مضاعف ما يشكل خطرا بنضوب هذا المورد ومورد ثالث للغزيين يأتي عن طريق تحلية مياه البحر إضافة إلى نحو ثمانية ملايين متر مكعب من المياه سنويا تخضع لسيطرة الاحتلال بشكل مباشر وتبلغ كمية المياه الصالحة للشرب التي يستهلكها المواطن الغزي ما يقارب 22 لتر يوميا لكل فرد وهي أقل من ربع الحد الأدنى الذي تنصح به منظمة الصحة العالمية ويبلغ 100 لتر يوميا لكل فرد بينما تبلغ الكمية التي يستهلكها الإسرائيلي 211 لتر يوميا لكل فرد ما يظهر الفرق الكبير بينما توفره إسرائيل لسكانها وبينما يتوفر للفلسطينيين